وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا قام مؤخرا وفد من المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية العربية بالتنسيق مع جمعية النهضة للتنمية والتعليم والتعايش السلمي بتقديم معدات زراعية لصالح أسر اللاجئين والعائدين من إفريقيا الوسطى بأحد المخيمات بمركز إداري قريب إقليم لوجون الشرقي تقرير آدم حسن المكوي تحويل أسر اللاجئين والعائدين من إفريقيا الوسطى إلى منتجة لتحقق اكتفاهها الذاتي هو الهدف والعنوان العريض لبعثة المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية العربية التي هبت إلى جنوب البلاد لتدعم اللاجئين والعائدين من إفريقيا الوسطى بمخيمات اللاجئين بمحافظة نيوبوندي التابعة لإقليم لوجون الشرقي بأسلوب إغاثي يشابه ذاك المثل القديم القائل لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصطاد حيث قدمت بعثة المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية العربية معدات زراعية تتكون من مئة محراث زراعي ومئتي بقرة ومئة جوال من البذور المحسنة لصالح مئة أسرة اللاجئة وعائدة بمخيم دهولو بمركز إداري قوري وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لعادة اندماج اللاجئين والعائدين رئيس مركز إداري قوري محمد بكر في حديثه شكرت داعمين والقائمين على هذه الأعمال الخيرية الهادفة إلى تقديم يد العون للفئة الضعفة وتوالت الكلمات المثمنة لهذه البادرة التي وصفها المستفيدين بالطيبة هذا وقد استفادت كل أسرة من محراث زراعي واحد وبقرتين وجوال بزور واحد المساعدات الزراعية المقدمة هذه تدخل في إطار التنمية وتوفير الأمن الغذائي للاجئين والعائدين بقوري ترجمة نانسي قنقر